هاي أغاني نزلت تقريبا كلها؟ أغلب الأغاني نازلة اللي ما نازلة شنو؟ لأنه سماعتك أعمال ثقيلة بعدها منازلة يعني عندي حاليا عربيات إنه ما نازلة عندي الحسين الجسمي عندي ماجد المهندس عندي للفنان حاتم العراقي يعني النجم الكبير أبا أحمد عندي هماتين أعمال إلي بالجديد ما نازلت ويتعاملات عندي جديدة ممكن تشوف ديو جديد إليك؟ والله إن شاء الله عندي ديو بعدانه والفنان رعد الناصرة أكيد بعد العديد إن شاء الله رح نطرحه من الله التوفيق خلال هذه الألحان الهواية اللي انطيتها أيضا أنت شنت تغني بين فترة وفترة السودي و هاتو يا فنانين بس ما تحقق ذلك النجاح فأنا أعتقد أن قصتك بها يعني إلهام لهواية فنانين اللي نزل أغني أغنيتين ما رح يأيس من من نجحت لا هي شوف يعني لازم تتقدم يعني مو من أغني أو أغنيتين أو ثلاث أغاني وخلاص أنا ما توفقت أو ما نعرفت أو أغنيتي ما نضربت خلاص رح أبقى هيتش يعني لا أنت واكب واشتغل صح على نفسك وبعد من الله سبحانه وتعالى التوفيق توصل طبعا ما دام تشتغل صح أنت خلاص توصل صحيح يمكن الحياة الشخصية مالتك ما نعرف عنها هواية شغلات أنا عرفت أن أنت مواليد 91 نعم صحيح يعني إذا 91 دخلت الوسط قبل خمس يعني ست سنين أو هيتش خمس سنوات تقريبا معناها أنت دخلتها متأخر نوعا ما صحيح صحied جزيين وين انت ديش الفترة وانت تساوي بالحياة ولا يعني ظروف وتعرف حياة ومشاغل يعني ما قدرت تعتقل بديش الفترة أنت من عائلة يعني من منطقة شعبية عائلة بسيطة مهم وبديش الفترة ما قدرت صراحة عائلة محافظة لو دينية يعني المحافظة أو دينية بنفس الوقت يعني عندكم مثلا رجل دين بعائلة لأ موعدنا رجل دين بس يعني شون محافظين زيادة يقول لك أنه ما يصير وليش تنزل ولا تغني وهي شي بس بعدين يتفهمون الموضوع وتفهموا الموضوع وخلص قناعتهم يعني؟ مو قناعتهم يعني هم تفهموا الموضوع من حالهم يعني أهلك سمعوا وضوة القمرية شون شارت فعله وإننا نحن في صراحة نوعا ما أغنية جريئة يعني ككلب كتصوير بفناء يعني أكو بجرأة تكون بها جرأة بس يعني أهم شي ما يكون بإصفاف طبعا يعني ما بيئساء للفن أو للناس المستمع اللي يجاي يشاهدك ويسمعك ما قلت لي شون شاو رأيهم والله رأيهم يعني فرحانين وحلو يعني يشغلوا وكيفي لي ما عندهم مشكلة لا لا ما عندهم مشكلة